الزميل رماد جبرين أنجني عد لنا تقريراً حول الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمناسبة عيد الحرية والديمقراطية حزت الحملات الانتخابية جميع أركان المدن والعقاليم المختلفة بالبلاد أثناء الانتخابات الرئاسية التي إجرت في العاشر من عبرير للعام 2016 ومنذ ذلك التاريخ حدث ركود تام لأنشطة الساسة فيهين أنه من الملاحظ في العام 2017 لم تحرك ساكناً كلاً من الأحزاب السياسية المتحالفة مع الأقلبية الرئاسية والأحزاب السياسية المعارضة للقيام بالتنظيم حدث كبير يمكن التطرق إليه بمناسبة اليوم الوطني للهرية والديمقراطية رقم هذه الأوضاع إلا أن الاتحاد الوطني للتجار حزب الخركة الوطنية للإنقاذة حاول بكل الإمكانيات والسبل الملائمة بتنظيم جمعية أمومية حضرها رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو هذا اللقاء سمه للرئيس المؤسسة بالالتقاء مع القائدة ليتحاور معهم في مجمل من القضايا السياسية والاقتصادية الرامع إلى تطوير قدرات الفاعلين الاقتصاديين في البلاد هذا من ناهية ومن ناهية أخرى فإن الأحزاب السياسية المؤارضة منها قام حزب الاتحاد الوطني من أجل التنمية والتجديد في العام 2017 بتنظيم حدث واحد فقط وهو الاهتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس الحزبة المناسبة التي شهدت خضورا واسعا من أدباء الحزبة ومن أحم المواضيع التي تمت مناقشتها خلال حازي الاهتفالية هي المطالبة بإجراء تغييرات شاملة لأعضاء المكتب التنفيذ للحزبة بما فيهما الرئيس المؤسس وأخذت مناقشة حاز الموضوع وقتا أطول من المناضلين ولكن دون جدوى في النحاية تم تيديد السقة لرئيس الحزبة صالك بزابو حتى العام 2019 وفيما يتعلق بالبيانات السياسية للحكومة سجلت في العام 2017 موضوعين فقط وهما عملية إصلاح المؤسسات العامة للدولة وكذا تمديد الفترة الزمانية لولاية البرلمانيين بالجمعية الوطنية احتراما للمواعيط التي قطعها رئيس الجمهورية أثناء حملاته في الانتخابات الرئاسية في العام 2016 تعهد رئيس الجمهورية للشعب الشادي بأنه سوف يقوم بإجراء إصلاح للمؤسسات العامة للدولة بحدث إيجاد آلية أخرى تساعد في أعمالية ترقية مستوى الحكومة الرشيدة بالإضافة إلى تصحيم سار الحكم الدقمراطي في جاد وفي هذا الشأن لقد تم تشكيل لجنة فنية أوليا مكلفة بدراسة ملف الإصلاحات الإدارية الجديدة وكان ذلك بمشاركة ضمت حوالي 600 من المنظمات وجمئيات المجتمع المدني والأهزاب السياسية وعدد من قادة الرأي الأعم وعليه في الخامس والعشرين من الشهر الحالي قام رئيس اللجنة الفنية المكلفة بإصلاح المؤسسات العامة للدولة الوزير الأمين العام للحكومة الدكتور عبد الله الصبر فضل بتسليم التقرير النهائي لعمال الفريق إلى رئيس الوزراء رئيس اللجنة الأوليا المكلفة بالإصلاحات المؤسسي فاهم باتاكي ألبير هذا فإن نتائج هذه الاختراهات سيكون لها إنعكاسات إيجابية في الاستراتيجية الجديدة للهكومة إن الأزمة المالية التي مرت بها البلاد كانت من الأسباب الرئيسية في أملية تعجيل تنظيم الانتخابات التشريئية ولقي هذا الخبر انتقاداتا واسية في شبكات التواصل وجمئيات المجتمع المدني هناك أيضا رفض كبير من أعضاء الجمئية الوطنية يصل أددهم إلى سلاسين برلمانيا من المؤارضة طالوا باستقالة هؤلاء النواب لأن صلاحية أعضاء هذه الجمئية الوطنية انتحد منذ 21 من يونيو للعام 2015 ولكن كل هذه الجهود باءت بالفشل وتم تمديد صلاحية هذا البرلمان إلى أجل غير مسمى